مشاهدين كرام أهلا بكم في هذا المجزي الإخباري نقدمه لكم استثنائيا من البيت توقيا من فيروس كورونا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيق إرادات من المنتجات النفطية قدرت بأكثر من مليار دولار خلال الشهر الماضي وذلك بعد تحصيل إرادات مستحقة من مبيعات شهر يناير وقد تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 92.30% مما كبد الاقتصاد الوطني خسائر هائلة هذا وأشرت الوطنية للنفط إلى انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي أيضا بمعدل 200 مليون قدم مكعب يوميا جراء إقفال صمام سيد السايح استقبل ميناء طرابلس سفينة غاز كونكورد التابعة للوكيل الملاحي العالمي وعلى متنها أكثر من 5000 طن من الغاز المسال إضافة إلى سفينة أنوار الخليج التابعة للوكيل الملاحي ذاته وحملة بأكثر من 24 ألف طن من وقود البنزين كما دخل إلى الميناء سفينة نقل الوقود أنوار النصر محملة بأكثر من 22 ألف طن من وقود البنزين يعاني أهالي مدينة ثبهة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مع حلول شهر رمضان الأمر الذي أصبح يؤرقهم في ظل انتشار فيروس كورونا التقرير الثالي يستعرض أسباب هذا الارتفاع تشهد مدينة ثبهة مع بداية شهر رمضان ارتفاعا متسارعا في أسعار المواد الغذائية والخضروات ما أثقل كاهل المواطن في ظل نقص السيولة وتأخر صرف المرتبات نهيك عن فيروس كورونا وجعل استعداداتهم لاستقبال الشهر الفضيل مغايرة لما عائدوها المواطن ما عنداش المقدرة على مرتبات ما هناكش يعني المواد الغذائية دي تبقى مقابل المقابل ما عنداش المواطن نشربين فيراه أغلبيتنا يجون تفرجوا ونخرجوا يعني على غالب عزب اخصادية حادة جدا جدا والمواطن ما عنداش المقدرة على اللي ينتظر في رحمة ربي يعني الحقي السعار السنفات تتعكس السنة هذه الظروف القاسية الآن بالذات في منطقة الجنوبية عدم توفر السيولة بفترة طويلة المصارف أغلبها مغلقة وتعامل أغلب الناس تعامل بالسقوك والآن بياخد دولار اللي عنده دولار بيبيعه ولا حتى بتاخذه بسعر باهض يعني مرتفع والأسعار الآن مرتفعة فيه ارتفاع بعض المحلات يختلف من محل لمحل يعني وإضافة لما سبق يرجع ارتفاع الأسعار كذلك إلى شحي امدادات الوقود التي تصل إلى المنطقة الجنوبية ما يدفع أصحاب شاحنات نقل السلع إلى مضاعفة سعر الإيجار تبدأ السعار مرتفعة جداً ونظر لعدم لعدم التمكن والسايد للنقل من توفير الوقود عثر في رفع قيمة الإيجار اللي هي عثر سلباً على البضايا واحد يقول لك بريق مسكرة واحد يقول لك مش عارف شنو أسباب كورونا ما كورونا ومرض كورونا وقصة ومن لا خير استغلال من التجار نشح فيه يعني استغلال من التجار من لا خيرك ما فيش حد يرحم في حد ويبقى المواطن أكبر المتضررين في مواجهة واقع فرض عليها بين الضرورة الاستهلاكية وارتفاع الأسعار بشر جهاز الحرس البلدي في طرابلس بمختلف فروعة بخلق المحلات التجارية المخالفة لقرار الحضر وللشروط الصحية والتجارية التي حددتها وزارة الاقتصاد في قرارها الصادر حول تحديد أسعار بعض السلع والمنتجات في السوق المحلي وكانت وزارة اقتصاد النفاق قد حددت في قرارها أسعار ستة عشر سلعة ناساسية ودعت جهاز الحرس البلدي إلى أقفال المحلات التجارية المخالفة لهذا القرار وفي سياق متصل صرح الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي بترابلس محمد الناعم لتبادل أن هناك العديد من المواد لم تحدد تسعيرتها من قبل وزارة الاقتصاد مشيرا إلى أنه متخوف من قرارها بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي انخفضت أسعار النفص اليوم وسط مؤشرات بامتلاء طاقة التخزين العالمية سريعا مما يثير مخاوف من أن تخفضات الانتاج لن تأتي بسرعة الكافية لتعويض الهيار الطلب جراء جائحة كورونا هذا ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي لشهر يونيو بـ 2.5 لتصل إلى 14.89 دولار للبرميل بينما انخفض خام برينت بـ 1.8 دولار أي ما يعادل 5% ليسجل سعر البرميل 20.36 دولارا وقبل أن نختم هذا الموجز نترككم مع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وآخر أسعار صرف الدولار مقابل سلة من العملات نهاية الموجز ومشاهدين الكرام قدمناه لكم استثنائيا من البيت توقيا من فيروس كورونا إلى اللقاء